موسيقى مع ضيف يا سيد ساركيس ستشابريان ومحل الأسواق عالمية في مجموعة ايكوتي جروب أهلا ومرحبا بك معنا عن جهود ومستجدات خطة التحفيز وتمرير مجلس النواب لهذه الحزمة وتأثيرها على التضخم لأنه هناك مخاوف بأنها سترفع التضخم ما أن يتوفر النقد إلى جينب المواطن الأمريكي الأي حتى تعتقد أن ذلك بعيد نوعا ما؟ أي تضخم أقصد أن يرتفع الآن لننظر إلى تفاصيل هذه الخطة التحفيزية من الولايات المتحدة الأمريكية سوف نلاحظ بأننا أمام احتمالية إقرار شكات للأفراد قيمته 1600 دولار وكذلك سوف يكون هناك خطط لدعم إعانات البطالة بمقدار 400 دولار أسبوعيا وفوق كل ذلك من المحتمل أن نشهد أيضا 3600 دولار تتوجه نحو الأطفال على مدى هذه السنة نلاحظ بأن الخطة التحفيزية إلى جانب أيضا شمولها عدة نقاط أخرى مثل دعم الإيجارات وأيضا ضعم الحكومات المحلية وأيضا مواجهة فيروس كوفيد 19 لكن هناك قسم كبير من هذه الخطة متجه نحو الإنفاق الذي ارتفع حتى آخر القراءات بمقدار كبير جدا حيث أن الإنفاق الاستهلاك ارتفع بمقدار 20% في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب آخر القراءات مع ارتفاع في الدخل الشخصي مقداره 10% كل هذه الظروف داعمة بالفعل لاحتمالات ارتفاع التضخم والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا يبلغ 1.4% بحسب مؤشر سعر المستهلك و1.5% بحسب مؤشر PCI ورغم أن هذه القراءات ما زالت منخفضة لكن أغلب التوقعات تشير لاحتمالية ارتفاع كبير في مستويات التضخم مما قد يكون له أيضا تأثير مباشر على تحرك الأسواق المالية وأين يتوجه المتداولون طيب دعنا نعرج أيضا على البيانات المنتظرة تقرير الوظائف الأمريكي هذا الجمعة أيضا عندنا بعض من البيانات الاقتصادية الاقتصادات الضخمة مثلا الصين عندك بالأمس كانت قد أعلنت عن نتائج قراءة البي ام اي القطاع الخدمي كان فيه تراجع ما تزال قراءة فوق الخمسين ولكنها أقل من المتبقع ما الذي نتوقع القطاع على الانتاج الصناعي كذلك في الاقتصادات الضخمة تحديدا الآن لو نظرنا إلى قطاع الصناعات التحولية وقطاع الصناعة بشكل عام في الدول العظمى حول العالم لو لاحظنا بأن هذا القطاع شهد مراحل نمو كبيرة رغم أن قطاع الخدمات في عديد من الدول مثل الدول الأوروبية وبريطانيا وحتى الوليات المتحدة بقي ضعيفا فقطاع الصناعات التحولية بقي في مرحلة نمو لكن آخر القراءات التي صدرت من الصين أظهرت بأن القطاع بالكادة حقق أي نمو حيث أن القراءة كانت قريبة جدا كما تفضلت من مستوى الخمسين نقطة وهذا المستوى هو الفاصل ما بين النمو والانكماش وبالتالي هناك بعض الملامح التي بدأت بالظهور بأن قطاع التصنيع والصناعات التحولية بدأ يفقد عزمه وهذا يدل بأننا ربما سوف نشهر خلال هذا الأسبوع ونحن أيضا في انتظار العديد من البيانات الاقتصادية ومنها اليوم بيانات مؤشر ISM لمؤشر مدراء المشتريات لقطاع الصناعات التحولية في الولايات المتحدة ربما سوف تبرز بعض الضعف في القطاعات الذي بدأ خلال الفترة الماضية القصيرة وأيضا مع نهاية هذا الأسبوع نحن في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية وانتظار بيانات الوظائف الأمريكية أيضا قد يكون مؤثر كما هو في العادة مؤثر على تداولات الأسواق المالية خلال فترة الأسبوع كاملة وبالتالي هناك توقعات ومخاوف من أن تظهر أكثر فأكثر ملامح الضعف الاقتصادي إن كان في الاقتصاد نفسه أو حتى على مشتوى قطاع التوظيف وهذا ما أشار له صحيحا محافظة البنك الفدرالي الأمريكي سابقا من خلال شهادته وأشار إلى أنه سيستمر في تحفيز الاقتصاد ومن الأسباب قطاع التوظيف لذلك سوف يتابع المتداولون حاليا نقطتان أساسيتان هذا الأسبوع الأولى هي حزمة التحفيز وهل سيتم بالقل إزراء أي تقدم فيها من مجلس الكونغرس الأمريكي وكذلك بيانات الوظائف حتى نهاية هذا الأسبوع وهذا أمر طبعا مشروع لأنه جيرون باول وغيره أيضا من وضع السياسات النقدية يجب أن يراقب ببيانات واضحة ننتقل إلى الذهاب قراءة سريعة على تحركات الذهاب وخاصة أنت تعلم جيد أنه كان فيه توقع أنه يعود للارتفاع لكن يبدو أنه فيه رغبة في جني الأرباح من الاستثمارات عالية المخاطر مثل يمكن العملات المشفرة ذات العوائد المرتفعة هو لدفع الكثير من المستثمارية التجهو إلى ذلك كيف تجد الذهاب اليوم؟ الآن أفضل أن ألم عندما أنظر إلى الذهاب أن أنظر إلى عوائد السندات الأمريكية وتحديدا عوائد أمد استحقاق عشر سنوات ونقارن بين التحركات على المدى الطويل ما بين أسعار الذهاب وعوائد السندات الأمريكية سوف نلاحظ بأن هناك معامل ارتباط وثيق لكن هذا المعامل الارتباط سلبي وبالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي حصل في عوائد السندات الأمريكية خلال الشهر الماضي والذي قبله فنلاحظ أيضا بأنه رافقه ضعف في طلب الذهب هناك العديد من الأسباب التي تقلل من طلب الذهب منها بعض الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي مؤخرا لكن الأهم من ذلك هو العلاقة الارتباطية ما بين الذهب وما بين عوائد السندات الأمريكية التي ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى 1.6% تقريبا بالنسبة لعوائد السندات أمد استحقاق 10 سنوات وهذا ما دفع العديد من طالبي الملاذ الآمن إن كان هناك منهم نحو هذه السندات وأيضا يجب أن نراقب بالنسبة لتحركات الذهب تقدم الحزمة التحفيزية الأمريكية ورغم أني أعتقد بأن أسعار الذهب على المدى الطويل مازالت ضمن تجاهات مصاعدة لكن على المدى القصير لا يجب أبدا استعاد التذبلب الكبير المرتبط في تناقل السيولة ما بين أسواق الأسهم والعادة المرتفعة أسواق السندات والمدادات الآمنة أيضا لذلك لا يجب استبعاد بعض التصحيحات الهابطة ومزيد من الضغط الهابط على المدى القصير نعم كان أداء في فبراير أيضا إلى تراجع أشكرك جزيل أشكر ضيفي السيد ساركيس تشوبريانو أنتموح الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتيكو ترجمة نانسي قنقر